قال شيخ الإسلام ونفس الهوى والشهوى لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فالنفس تهوى أصلا فلا تعاقب على أن تهوى أصلا لكن تعاقب إذا عملت بما يوافق الهوى قال بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل اشتركوا في القناة